اشتركوا في القناة وأعلن الفلسطينيون مشاركتهم العيد فوقفوا ممجدين الشهيدة وقفة أطلق صداها سميح القاسم في هذه الأسطر كل عام وأنتم بخير صاحها دمكم وانكفأ ساخنا نابضا في وحام الجذور نيزك الحب والحقد صاحا هدو أجف الليل نارا ونور أشعل الحب والحقد في دمنا زلزل الطمية في غورنا وانكفأ دمكم دمنا سال لكنه منطفأ لا نسأل أين لا نجهل نحن لا نجهل الفرق يا إخوتي بين معرفة الدم والمعرفة نحن لا نسأل الخارطة دمكم محده الخارطة ليس للنقب أو للجليل دمكم شارة في الطريق الطويل آن أن يزهق الباطل آن أن يعلم اللص والقاتل أنه لن يطول الحوار بين كف الشعوب ومخرز أعدائها لن يطول الحوار بعد ليل قصير يطل النهار تجمع الأرض أشتاة سمائها ينطق الأخرس ينهض المقعد تبرأ الشمس من كل أوبائها الآن سوف ننتقل إلى شرح المفردات الطمي الطين يحمله السيل ويستقر على الأرض رطما أو يابسا يزهق يزول ويضمحل سيماء علامة شرح المقطع الأول نهضت دماؤكم الزكية في عيدكم عيد الشهداء وألقت على الأهل والأحبة تحية العيد هاتفة كل عام وأنتم بخير ثم سكنت بهدوء ولا تزال دافئة بأوهاج الحياة بين جذور الأشجار التي تشتهيها وتعشقها ثم هبت مشاعر المحبة للحرية والحقد على العدوان وصالخت بنا تحردنا ثور في وجه الطغاة عندئذ توقّد ليلنا بلهيب النار وخيوط النور ليحرق الظلم وليهدي الأبرياء الثائرين فتحركت مشاعرنا الخامدة وفارت دماؤنا تمردا حتى أن الأرض تحت أقدامنا استجابت لنداءات دماء الشهداء فاهتزت وثارت أيها الشهداء إن دماءكم الزكية هي دماؤنا أريقت من أجلنا لكنها ما زالت تموج بالحياة المقطع الثاني لا نستفسر عن مكان الهدف فنحن نعرف جيدا أين هو ونعرف أيضا الاختلاف الكامن بين المعرفة بحقيقة دماء الشهداء وبين المعرفة أي الحقيقة والهدف المنشود لذلك لا نستعن في سيرنا بالخرائط والأدلة ما دامت دماؤكم هي الخريطة الصادقة التي ترشدنا ليس إلى تحرير فلسطين فحسب بل إلى تحرير كل بقعة في الوطن العربي المقطع الثالث حان الوقت المناسب للقضاء على الباطل والجور وجاءت اللحظة المناسبة لتلقين الأعداء الذين قتلوا شعبنا ونهبوا خيراتنا درسا قاسيا يفهمهم أن حبل الكذب قصير وأن المحادثات والمفاوضات السياسية الكاذبة لن تستمر بين الضحية والجلاد وبين المظلوم والظالم بين الشعب والمحتل ولن يستمر الكذب فالنصر على الأبواب وفجر الحرية قادم لدحر الأعداء المحتلين الذين غيروا معالم البلاد ولنعيد إلى وطننا ملامحه الأصلية وآثاره المباثرة ويعم الفرح والسرور وينشط الناس ويعبر الخائف عن رأيه ويطلق الأسرى وتصف الحياة الآن سوف ننتقل إلى إعراب القصيدة كل مبتدأ مرفوع وخبره محذوف تقديره يمر ويأتي عام مضاف إليه مجرور وأنتم ألواء حالية أنتم ضمي الرفع منفصل مبني في محل رفع مبتدأ بخير جاروا مجرور متعلقا بخبر محذوف وأنتم بخير في محل نصب حال كل عام وأنتم بخير في محل نصب مفعول به صاحها فعل ماضي والهاء ضمي المتصل في محل نصب مفعول به مقدم دمكم فاعل مؤخر إن كفأ فعل ماضي مبني على الفتح والسكن لقافيته ساخنا حال منصوبة نابضة حال ثانية منصوبة في وحام جار ومجرور متعلقان باسم الفاعل نابضة نيزق مبتدأ مرفوع إنهضوا في محل نصب مفعول به إنهضوا فعل أمر مبني على حسف النون لاتصاله بواو الجماعة والواو ضمي المتصل مبني في محل رفع فاعل والألف للتفريق أجه فعل ماضي مبني على الفتح نار هنا حال منصوبة منطفأ جملة فعلية في محل رفع الخبر لكن لا نسأل هنا لا نافية ولا عمل لها نسأل فعل مضارع مرفوع والفعل ضميرا مستترا تقديره نحن نحن ضمير رفع منفصل في محل رفع المتدأ لا نجهل في محل رفع الخبر إخوتي منادى مضاف منصوب وعلامة نصب الفتح المقدرة على ما قبله المتكلم والهاء ضمير متصل مبني في محل جرم بالإضافة بين مفعول فيه زرف مكان منصوب تمكم مبتدأ مرفوع والكاف في محل جرم بالإضافة والميم علامة جمع الزكور وحده حال منصوبة والهاء ضمير متصل في محل جرم بالإضافة الخارطة خبر مرفوع وسكن للقافية ليس فعل ماضي ناقص مبني الفتح واسمه ضميرا مستترا تقديره هو للنقبي جاروا مجرور متعلقان بخبر ليس وأن حرف نصب ويزهق فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصب الفتحة الظاهرة والمصدر المؤول في محل رفع فاعل للفعل أنا لن يطول جملة فعلية في محل رفع خبر قصير صفة لليل مجرورة اشتاتي مفهولا به سمائها مضاف إليه مجرور والهاء في محل جرم بالإضافة أما الأخرس والمقعد والشمس فاعل مرفوع والآن قد انتهينا من شرح وإعرابها تلك القصيدة وسوف نوافقكم بحل الأسئلة لهذا النص الشاري في الفيديوهات اللاحقة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته